نروح بقى لأخبار النادي الأهلي نروح لأخبار النادي الأهلي وخليني يقول لحضراتكم من الجنوب إفريقي فيتسو موسيماني ادى لعيبة النادي الأهلي راحة من التدريبات النهاردة بعد ما استقنف الفريق تدريباته مبارح الدهر بعد ما رجع طبعا من سودان يوم السبت والمباراة اللي شفناها مع بعض مباراة المريخ في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأهلي هيبدأ من بكرة رحلة الاستعداد لمواجهة سينبا التنزاني يوم الجمعة اللي جاية بالقاهرة في ختام منافسات دور المجموعات وطبعا اتأهل للربع النهائي بعد ما قدر انه يتعدل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخمسة من دور المجموعات وهنستنى بقى قرعة البطولة علشان نعرف مين اللي هنقابله في دور التمانية عندنا سونداونز الجنوب إفريقي عندنا الوداد المغربي عندنا التراجي التونسي لسه التراجي مش أكيد صدرته مش معنى ان احنا تأهلنا يبقى كده خلاص يعني احنا لسه عندنا مباراة مهمة جدا وقوية جدا قدام سينبا واللي لازم نقدمه ساوى مميز فيها وده من أهم الحقيقة دروس كرة القدم احنا بنتكلم دلوقتي نحنا لازم نحترم المنافس طبعا وده اللي الاهلي بيعمله دايما وبنتكلم على ان مباراة سينبا دي هي خارج أي حسابات لانا مستني بقى تأهل أول ولا تاني ولانا مستني هشوفها تأهل ولا لأ لا الحمد لله تأهلنا رسميا من مباراة المريخ ولكن دلوقتي حساباتها مختلفة تماما مش بالورق والقلم الحسابات بتاعت مباراة سينبا ان شخصية النادي الاهلي لازم تظهر انه النادي الاهلي لازم نشوف الهيبة وشخصية البطل والقوة لازم مستر بيتس موسيماني يشوف يمكن يعني تكون بروفا قبل مباراة كتير مهمة جاية في شهر ابريل شهر أربع وكمان قبل الدور ربع النهائي الحقيقة انت تبقى داخل بقى خلاص في مرحلة حاسمة ماينفعش فيها أخطاء لازم أبعارف التشكيل بتاعي هيكون ازاي يعني المباراة دي بالنسبة لنا بالنسبة لأهلوية بالنسبة لجمهوري النادي الاهلي مباراة مهم انه هو يشوف الشكل بتاع النادي الاهلي الفترة اللي جاية لانه بعدها فيه مباراة كتير بعدها بأربع تيام مباراة في كاس مصر بعدها بكم يوم مباراة مع الزمالك يعني احنا بنتكلم في انه فترة صعبة جدا وعلشان كده دايما بنقول في الفترة دي انه زي ما احنا مستنيين نشوف أفضل حاجة من الجهاز الفني ومن لعبة النادي الاهلي ونشوف طبعا الفترة اللي فاتت بدأ يحصل حاجات بالنسبة لنا إيجابية جدا انه طبعا عودة وليد سليمان يمكن كنا بنتكلم انها مكسب من المباراة اللي فاتت ووجوده دايما بيبقى فارق جدا لما بينزل في المباراة سواء كان وقت قليل أو وقت كبير بيبقى فارق جدا كمان عودة عالي معلول انه هو يقدر يرجع من تاني للتدريبات ويقدر يرجع لمباريات بعد الإصابة كل ده هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي بس المباراة زي ما بقول خارج الحسابات مهمة صحيح طبعا مباراة انا بشوفها مطش سيمبا بالنسبة لي مباراة لازم تتخذ على محمل جد جدا اولا عشان اكسب سيمبا ده هدف بالنسبة لكل جماهير النادي الاهلي سريعا بس بتعليقا على مطش اهلي وسيمبا انه في كتير من الجماهير ابتدنا نسمع نغمة انه الاهلي السنادي مش جاهز للبطولة لا ده مش حقيق على الإطلاق ومنفعش نقيم دور المجموعات على او يكون مقياس لقدرة الفريق على تحقي البطولة وبالمناسبة احنا عانينا جدا في النسخة الاخيرة يعني النجمة تسعى احنا في مشوار دور المجموعات او مرحلة المجموعات كان مشوار الاهلي مش مريح على الإطلاق لكن بمجرد ما دخلت دور التمانية يعني كان الاهلي الحقيقة جاهز وفي احسن مستوياته كان قد التحدي وواجه مطشاط من العارة تقيل سانداونز رجع قبل النهائي الزمالك في النهائي ولعب مطشاط محترمة جدا وحقق البطولة وبالتالي دور المجموعات منفعش يتقيم على اساسه فرق بتظهر بمظهر كبير جدا يعني سيمبا لتصدر المجموع انا مش متوقع ان يروح لبعيد قوي فرق محترمة وبتلعب كرة حلوة لكن ما عنداش خبرة البطولات وماعتقدش انها هتقدر تناطح الكبار لفترة طويلة ممكن بالكتير لو يوصل قبل النهائي لكن انا بشوف ان فرص الاهلي قوية جدا في وصول للمرحلة النهائية وان شاء الله بإذن الله قادرين على التتويج والحصول على النجمة العاشرة